بعد توقف دام ما يقارب العامين لتعهدات البنك الدولي فيما يخص اليمن البلد الأكثر فقرا وجوعا وحربا يعود البنك لاستئناف أعماله في دعم المتضررين من الحرب الممتدة لأكثر من عامين البرنامج المالي لدعم الفئات والأسر الأشد فقرا والذي تشكل مؤخرا بعد اتفاق جمع بين البنك الدولي والحكومة اليمنية أكد أنه سيقدم دعما جديدا بقيمة 200 مليون دولار المبالغ المالية التي تم تحديدها خصصت لقرابة 8 ملايين يمني وهم بحسب لجان الرصد الميدانية من الأسر الفقيرة جدا سيتم توزيع مبلغ 100 دولار لكل أسرة وستتولى منظمة الأمم المتحدة يونسيف تنفيذ البرنامج وبالتزامن مع نزول فرق ميدانية إلى الريف لاختيار المستفيدين ارتفعت أصواد عديدة منتقدة برنامج التحويلات النقدية قالت إن المبالغ المالية التي يلتزم بها البنك الدولي عادة لا تصل إلى محتاجها متهكمة من الآلية التي يتم من خلالها اختيار المستفيدين الذين قالوا إنها تقوم بناء على معايير سياسية وليست إنسانية البتة أما فيما يخص المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف الإنقلاب تحدث ناشطون أن تلاعبا كبيرا جرى بكشوفات المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية تم من خلاله شطب مئات المستفيدين واستبدالهم بآخرين من الموالين لهم الأمر الذي أوجد سخطا خصوصا في مجتمعات الأرياف الفقيرة والأشد حاجة لهذه المساعدات وفيما تقلص النشاط الاقتصادي للبنك الدولي بمقدار الربع خلال الفترة السابقة تحدث عديدون أن معاودة استئناف البنك نشاطه سيواجه صعوبات كثيرة خصوصا وأن أكثر من 21 مليون يمني يعيشون حاليا تحت خط الفقر و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفق إحصائيات الأمم المتحدة تعهدات ومساعدات عديدة تقدمها الجهات الدولية المختلفة لليمن أمام مطالبات بسرعة الوفاء والتحرك بشفافية أكثر فيما يخص ملف المساعدات وبين هذا وذاك يظل المحتاجون الحقيقيون الحاضر المغيب في هذا المشهد